بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان في مفاهيم في حياتنا لابد ان احنا نرجعها ونقشها كتير لان في الحقيقة المفاهيم دي ممكن تأثر في حياة واحد واحنا لما بنيجي نتكلم عن التوافق والسعادة وبنتكلم عن بعض المعوقات اللي بتقابلنا في حياتنا وخاصة حياتنا الزواجية بنيمحطين عينينا على ان في بعض المفاهيم لابد ان احنا نصححها ولابد ان احنا نتعامل معها بشكل صحيح لان في الحقيقة ترك المفاهيم دي ممكن تاكل حياة واحد وممكن تلتهمه وممكن تضيعه ويمكن ده احد تجليات فهمنا لكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة اذا المفاهيم مهم ان هي تتراجع من المفاهيم الموجودة عندنا واحنا محتاجين نرجعها في ثقافتنا كلنا مفهوم اسمه الرفض الرفض يا سادة ممكن يكون قرار ان انا حد طلب مني ان انا اعمل حاجة فارفضها لانها غير مناسبة ليا وممكن يكون الرفض ده نظر لانسان ان انا بنظر اليه نظرة فيها نقص ونظرة فيها مهانة فيتبقى ساعتها الرفض ده نظرة لشخص ويكون ده فيه احتقار او مهانة عدم فهمنا لمسألة الرفض بشكل صحيح بيخلينا ما نقدرش انتعامل معاه في بعض الاحيين لما يكون الزوج رافض طريقة الزوجة او الزوج عند وجهة نظر اخرى فوجهة النظر اللي هي بتنطلق منها هو مش موافق عليها فيختلط بقى الرفض اللي هو عدم الموافقة بل قد اختار رأي مخالف تماما بالرفض اللي هو معناه ان انا شايفك في محل منقصة ومعانة الكلام ده ممكن يحصل برضو في فترات الخطوبة وعشان كده كلنا شفنا الفترة اللي فاتت تزايدت عدد جرائم ان في خطيب قتل خطبته لرفضها ان هي تكمل خطوبة عايزين نعرف هو ايه السبب في ده و ايه اصل المشكلة عن لاقي اصل المشكلة ده جاي من محاولة للفهم عشان نقدر نحلم المشكلة دي من جزرها ومش بنقدم تبريل لجريمة هي جريمة القتل اللي هي من الكبائر لكن المشكلة ان احنا لازم نفهم المسألة دي نفهم مفهوم الرفض من خلال اللي احنا بنقوله ده لو الطفل نشأ في اسرة طول الوقت بتنتقده وطول الوقت بتطلع في عيوب وطول الوقت بتحطه تحت ميكروسكوب بيطلع كل العيوب اللي فيه بشكل كبير وعشان كده احنا بنبقى مركزين قوي ان الرفض ده مع الاطفال ومها المراهقين بيقدي الى كوالي سنتاي وخيمة وعشان كده احنا بنرفض الرفض يكون موجود في تربية الاولاد وعشان كده حضرت النبي علمنا ان تربية الاولاد لازم تكون بالحنان لكن الرفض ده بيفضل يتراكم 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 ويوصل الى ان الانسان يحس ان هو مرفوض من الكل وجمل زي انت هتفضل طول حياتك بهذه الطريقة وانت طول حياتك فاشل ومش هتعرف تعمل حاجة في حياتك ولا هتفلح في حاجة في حياتك كل العبارات دي بتقدي الى ان الانسان يشعر بان هو لا شيء فايه اللي حاصل فلما ييجي تجاوز ولما ييجي يخطب يتمنى ان خطبته او يتمنى ان زوجته تكون ايه تكون تعويض لي عن كل ده فلما بيحصل له ان هو يترفض كمان من خطبته او يترفض من زوجته مع اطار ان احنا ما منبررش لكن احنا عايزين نرجع لجزور المسألة احنا عايزين يساعد في الحل عشان ما نوصلش لهذه المسألة ننبه ونعمل نقوص للخطر عشان الناس تتنبه لده اللي عايز اقوله ان كتير من الازواج والزوجات بيمرسوا الرفض بنكهة الاهانة يعني هو مش بيرفض المسألة دي يعني عسنا التعبير اللي بيقوله بعض الازواج هو فيه حد يفكر بالطريقة دي او هي تقوله هو فيه حد لسه بيفكر بالاسلوب ده ده الاسلوب ده عفع عليه الزمن فبيخرج المسألة من مسألة الخلاف والتنوع الى مسألة الاهانة لان هنا ده الرفض بمعنى الاهانة وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الشخص اللي جاي برؤية في غاية السوق وفي غاية الخطأ وفي غاية سوق الادب لما يجي الواحد ويقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اقضي لي ديني فانكم يا بني عبد المطالب قومه المطل فرسول الله يصبر عليه يصبر عليه ليه لان هو مش عايز يحسسه ان رفضه هيقابل برفضه اخر اه وهنا نبتدي نقول حاجة مهمة اوي اسوأ ما في الرفض ان الرفض يقابل برفض انتقامي فالزوجة ترفض شيء معين بنجهة ان احنا بتحتقر الرأي ده او ما بتحترمش الرأي ده او بتخلي الرأي ده في وضع غير مناسب هل الرفض بالطريقة دي ممكن يوصل الى التنمر بلا شك اي نوع من انواع السخرية اي نوع من انواع الاحتقار اي نوع من انواع المهانة الاصل ان هو مرفوض ما بين الزوجين ايه الاصل المنع ده قولوا تعالى وعاشرهن بالمعروف قولوا تعالى واجعل بينكم مودة ورحمة اللي عايز يرفض يبين الخلاف مش يرفض بنكهة الاحتقار لوجهة النظر والرأي انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا اللي لازم نفهمها في الحياة الزوجية ان الرفض يا سادة الرفض لو كان بيعبر عنه بشكل صحيح ممكن يفتح وجهة نظر الاخر عشان يشوف الحقيقة لكن الرفض لو عبر عنه بطريقة خطأ ما بيتنسيش وبيعتبر الشخص الآخر نوع من انواع المهانة نوع من انواع الاحتقار نوع من انواع الحكم عليه بانه شخص دون المستوى طب ايه الحل الحل ان احنا نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء ايه علاقة ده بالرفض لان احنا وفهمنا ان ربنا واسع العطاء اعرف ان التنوع اللي بيننا دوت ما يعنيش ان رفضي لوجهة نظرك ده معناها ان انت انتهيت او تلاشيت لان ممكن نجيلك معنى تاني يبين دوت جدا 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 في رفضنا مثلا للعلاقة مع الاهل في حد عايز يبقى هناك علاقة دائمة متواصلة مع الاهل وحد بيقول لا احنا مش عايزين نتواصل مع الاهل الا بقدر لكي نعيش حياتنا بشكل مستقل فيعتبر الزوج ان زوجته بترفض التواصل مع الاهل ان هي بتعتبر ان اهله دون المستوى ويعتبر ان ده نوع من انواع الرفض له هو شخصيا مش محاولة لتنظيم العلاقة بينه الحل هنا ايه؟ اول حل لفكرة الرفض عشان الرفض تتحط في نصابها هي الحوار ان الناس تتحاور ان الناس تتكلم مع بعض لو الناس لما حصل فكرة ان انا ارفض هذا الرأي او ارفض هذا المسلك او ارفض هذه الصفة فضلوا في هذا الرفض ما بيبقاش قدام الطرف الاخر خلال انه يحس ان انت رفضوا ذاته يبقى احنا لازم نقول كده لازم عشان الرفض يوضع في نصابه لان احنا مش هنمنع ناس ان هي ترفض بعض الاشياء ابدا ممكن واحد يرفض بس حتى يصل للخلاف شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل عشان يخلي رفض السيدة عائشة لبعض الاشياء ما يتحولش الى نوع من انواع الفجوة بينه وبين السيدة عائشة يقول لها اني لا اعرف متى تكون عني راضية ومتى تكون عني ساخطة اذا قلت لا ورب ابراهيم كنت عني ساخطة واذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية فقالت والله يا رسول الله لا اهجر الا اسمك فانه حصل شوفوا التحاور خلاهم متقربين والخلاف بس خلاف التعبيرات يبقى اين لحصل يبقى الحوار بيقرب مما بين الناس بيزيل الفجوات ويزيل السوء الظن لان انتقال الرفض من ان انا بارفض الرأي ده او بارفض السلوك ده الى ان انا بارفضك شخصيا بيحصل لما الناس ما تتكلمش مع بعض وما تتحورش مع بعض وعشان كده حضرت النبي علمنا دواء حلوة اوي اوي لما انا مش عارف اذا كان رفض الشخص ده يعني مثلا زي ما هي بتعرض عليه احنا عايزين نتدخر عشان نستثمر فلوسنا عشان نحافظ على حياتنا في المستقبل فتعالى نتدخر فقال له نتدخر ايه احنا عارفين نحافظ على مستوانا الاجتماع عشان نروح نتدخر هنا التعبير دو بياخدنا شويتين تلاتة نحوة الرفض رفض ايه رفض التفكير لكن لو قال لها انا وجهة نظري شوف ابتدى بايه انا وجهة نظري وربما تكون تحتاج الى النقاش او تحتاج الى وقد تكون صواب وقد تكون خطأ ان دا مش الوقت المناسب اللي احنا ممكن نعمل في دا على طول هي هترد عليه تقول له ايه طب امتى يكون الوقت المناسب واضح او الفرق ما بين تعبير بيعبر عن عدم الموافقة على رأي او عدم الموافقة على سلوك وتعبير بيوضينا الى انك انت بترفض الشخص نفسه واضح وعشان كده احنا لازم بشكل واضح نحترم الحوار ونحترم كمان اداف الحوار بصفة خاصة اسمها اداة ايه اداة السؤال السؤال الحقيقي مش السؤال الايحائي او السؤال الاستنكاري اضرب لكم مثال للسؤال الحقيقي والسؤال الاستنكاري والسؤال الايحائي واحد بيسأل سؤال طب نعمل ايه في الموضوع ده ده سؤال حقيقي طب هو ينفع ان احنا نعمل غير كده ده سؤال يا بدولي ان هو سؤال ايه الايحائي هو ينفع لم تعملتوا ده ده سؤال الاستنكاري يبقىっ 3 اسئلة دولة عا نسيب النوع Brilliant دولة من الاسئلة اللي هو السؤال الايحائي والسؤال الاستنكاري وعنركز فيه في السؤال الحقيقي يبقى لما يحد يحس بأن الكلام فيه رفض يسأل سؤال حقيقي ليه؟ لأن حضرت النبي قال إنما شفاء العي السؤال لما يختلط الكلام كده وأحس إن الكلام فيه نوع من أنواع الانتقاص والاحتقار أسأل سؤال حقيقي أنت أصدك إيه بالكلام ده؟ أو أن أنا أسأله؟ المعنى مش واضح لي ممكن توضح لي المعنى اللي أنت أصده من الكلام ده في الغالب الشخص على طول عيروح لاجئ إلى بيان إن هو مختلف معك في الرأي يبقى أنا لو شكيت إن الكلام ده فيه محاولة للانتقاص مني أسأل زي ما حضرت النبي قال إنما شفاء العي السؤال اللي عنده حاجة مدايئة حاجة وجعها يسأل يبقى الحوار وخاصة قضية السؤال تالت حاجة نعالج فيها مسألة الرفض إن إحنا طول الوقت بقدر الإمكان إن إحنا نفسنا نهيئ نفسنا ونزيد ثقافتنا بإن مش كل الناس لازم تقبن إيه ده؟ بس أنا شايف إننا لو أنا كويسة وأنا طيب لازم الناس كلها تقبن دي قاعدة مش صحيحة في الحياة أبدا مش كل الناس لازم تقبل كل الناس كويسة ليه طيب؟ عشان فيه اختلافة اختلاف وفيه الناس بتشوفوا الأشياء من رؤى مختلفة فهيئوا أنفسكم إذا كنتوا عايزين تقللوا واجع الرفض عليكم واجع وأزاع على نفسكم استقبلوا استقبلوا هذه القاعدة برحبة صد ليس من الضرورة وإن كنتوا طيبا وإن كنتوا صالحا وإن كنتوا خيرا وإن كنتوا مصيبا أن يقبل أن يكلوا الناس وده معناه إيه؟ إن أنا أتيحني الناس فرصة إنهم أتختلف معي أوقات كتيرة اللي بيخلي الناس ما ترفضنيش إن هي تلاقيني مستقبل إن أنا أتنوع معها إن الناس بتبقى في كتير من الأوقات بتضطر إن هي ترفضني كأداة لحماية أنفسها لما أنا أرفض إنهم ما يختلفوا معي بس ألا بيهدوء كده هيقوا أنفسكم وهيقوا مشاعركم إن أنتوا تقبلوا الخلاف مع الناس وإن أنتوا تعتبروا إن الرفض مش مجرد الرفض ومجرد الخلاف ده نوع من أنواع المهانة تخيالي كده تخيالي كده لما الزوجة لما زوجة يختلف معاها ما تحسش إن هي زوجة بيقل منها ولا بيحسسها إن إنسانة سازجة ولا إن هي مش حسنة التفكير ولا هو لما هي تقوله والله أنا شايفة إن إحنا ممكن نفكر بطريقة مختلفة إن هو ميحسش إن هي بتقوله على فكرة أنت شخص أفقك ديق لو حصل ده كله المسائل كلها تختلف ويا سلام بقى لو حطنا إجراء رابع مع الإجراءات اللي إحنا قلناها الحوار والسؤال وكمان قبول ثقافة الاختلاف بشكل كبير إحنا ممكن نحط عليها إجراء مهمة قوي قوي إيه هو؟ إن إحنا نأجل الأشياء اللي فيها رفض والأشياء اللي فيها حرارة إلى موعد قريب نتفق عليه ونتكلم فيه مرة تانية ونطرح الأشياء مرة تانية لإني مجرد تغيير الوقت في الأشياء اللي فيها رفض وخاصة ما بين الزوجين ممكن ترجع الوقام لإني الظرف نفسه بيبقى مختلف وساعات بتبقى النظرة مختلفة وساعات لما القلوب تكون منشرحة والنيات صافية الله سبحانه وتعالى يرسل مدده على العيون فترى الخلاف وترى الأشياء المرفوضة بعين المودة والرحمة يا رب جعلنا دايما من الذين يعيشون بالمودة والرحمة مع أهليهم ولا يقعون في الرفض حتى لا نجرح القلوب ودائما نكون من أهل جبر الخواطر يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم مباركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل جعلنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة دينامج ولا تعسروا اللي نتلقى عليه أسئلتكم مباركة وتفضل جسر يوصلنا بيكم لغاية ما نفضل في مجالس النور ومجالس الزكر ومجالس البركة اللي بتفتح لنا باب الدخول على حضرة مولانا سبحانه وتعالى وأول سؤال النهاردة معانا الأستاذة سامية من القاهرة تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور عامل إيه؟ فضل ونعمة الحمد لله عزك تضع لابني والنبي ربنا ان شاء دعوتك لابني طيب بيشرب كل حاجة بيشرب كل حاجة لا حاول أخوة إلا بالله ومش عارفة ودي ما صحة ولا ادي أي حاجة ليه؟ ليه مش عارفة؟ عزك تضعي له والنبي ليه مش عارفة تودي ما صحة ليه؟ ما فيش يا دكتور ما فيش احنا هنا كنا الأسبوع الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي قبل الأسبوع اللي فات كنا منتكلم على الإدمان وأسبوع اللي قبل وكمان كنا منتكلم على الإدمان وكنا استضافنا أستاذ بايم عسكا من صندوق مكافحة الإدمان فليه؟ اتسل بيهم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخير إن شاء الله لكن ما تسكوتيش يا حاجة المسألة دي لازم نلحقه لازم نلحقه يعني احنا لازم نلحقه بيشرب كل حاجة في كل سجنة من سجدات صلاتك والله ادعيله ادعيله ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه ويسر اموره ويهديه لسواء السبيل واحنا كلنا ادعيله ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له طريقة الهداية ويجل بصيرته ويريه الحق حقا ويرزقه اتباعه ويجعله الله سبحانه وتعالى من الراشدين ويزيل من جسده كل هدي السموم ويجعله طاهرا مطهرا مقبنا على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ده كله هيزول ان شاء الله ما تقليش كله هيزول ان شاء الله ندى للحاجة سمي ان ربنا سبحانه وتعالى يوسر امر ولدها ان شاء الله ويهديه الى سواء السبيل والكل حد بيتعرض لفتنة الادمان لانها فتنة ولا هزوب الله فتنة ثقيلة على اهل المدمن اكثر من على الشخص المدمن احنا المرة اللي فاتت كنا اصطلاحنا احنا سميء الشخص الذي يعتمد على المخدرات الشخص ده بيفقد ثقة بنفسه وبيفقد ثقة اللي حواليه ثقتهم بنفسهم ويفقدهم كمان معنى الكرامة ومعنى الحياة فإحنا عايزين نتمسك بمعاني الكرامة والحياة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ابننا العزيز يشعر بالكرامة واشعر بالاحترام لذاته واشعر بالمسئولية واشعر بالخير واشعر بالجمال ليخرج من كل معاني المهانة اللي موجودة في في الإدمان يا رب يا رب استجب يا رب واجعله يا ربنا في حفظك وفي أمنك وفي هدايتك واخرجه من هذه الظلمات إلى نور طاعتك ومحبتك يا رب العالمين معنا أم محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضل يا فانت من فضلك يا شيخ بس كنت عايزة أجمع حكم الدين في الزوج يهجر بقته بالشهر والاثنين ويبقى عن أولاده ويتعرف على واحدة متجوزة ويتلقها من جوزها عشان هو يتجوزها ده انت عامل له ده كده ده كده واحد عمل مجموعة من الكبائر مع بع لإنه احنا عندنا اللي يخب بمرأة على زوجها هيكونوا ملعونا الشخص اللي بيخب واقف أصاد الكل ويقول لهم كلكو على باطل وأنا على حق وأنا هعمل اللي أنا عايزة طيب بس واحدة واحدة خلينا خلينا نمشي واحدة واحدة بس احنا للوقتي انت بتقولي واحد بيوجر زوجته يعني هو ما بيسألش فيها ويسبها وما بيجيش جنبها وما بيصرفش على أولاده عشان بس يبقى بالمرة لأ بيصرف على أولاده ويقول لها انت قاعدة هناك يخدميني بفلوس لا الكلام ده كلام مش حقيقي والكلام اللي ده لو بتعود الرجالة يقولوا في السنتهم ده كلام فارغ وكلام لا يجوش شرعا لا يجوش شرعا ان الزوج يقول لزوجته انت موجود عشان تخدميني بفلوسي لا الكلام ده مش حقيقي احنا الجواز ده محل العشرة الحسنة محل المواد ده والرحمة محل ان اتنين يعيشوا مع بعض كحبيبين كمقبلين على الله سبحانه وتعالى ارجو ان انت تكونوا سمعاني يا محمد حتى لو اترفون اغلق انت بقى يا زوج ام محمد اتق الله في نفسك اللي انت بتعمله ده من الصحيح انت لو فعلا انت روحت وطلقت الست دي من جوزها فانت خببتها على جوزها فانت عملت كبيرة ولا عزو بالله انت افسدت اسرة وافسدت امرأة وانت اصلا الناس اللي بيعملوا كده فقالبا ما تفشل حياتهم الزوجية عارف ليه تفشل حياتهم بعد كده عارف ليه لان في الحقيقة هو لما بيعمل كده ما بيسقش في هذه المرأة اللي هي ثابت جوزها واولادها عشان تروح لواحد تاني فلذلك اتق الله سبحانه تعالى ولا تفسد حياة الناس ولا تفسد حياتك اولادك هيقولوا ايه عليك لما يسمعوا ان ابوهم عمل المعاصي دي وعمل الكبائر دي عمل كبيرة انه هو تخلى عنهم وعمل كبيرة كمان انه هو افسد امرأة على زوجها فاتق الله سبحانه تعالى وهذه ليست حياة هذا نوع من انواع الظلام نوع من انواع القائل نفس في التهلكة الحياة اللي فيها الانسان بيخطف زوج الده وبيرمي زوجته بيعمل كده ده بيتحول ان فيها الانسان الى وحش كل اللي عمه ان هو يصل الى شهوته ويلتهم لحم الاخرين بدون النظر ولا دون الانسانية ولذلك الله سبحانه تعالى امرنا وجعلنا ناس لابد ان نعيش بالرحمة ولذلك جعلنا طول الوقت ننظر الى الناس على انهم لهم حرمات ولذلك اتق الله سبحانه تعالى في عرض اخيك واتق الله في عرضك انت كمان انت تسأل او ما تسأل عن اهلك وما استرعاك الله سبحانه تعالى فاتق الله سبحانه تعالى هذا ليس هينا اللي انت تفكر انه ده هيين وعند الله عظيم فاتق الله سبحانه تعالى في اعراض الناس واتق الله سبحانه تعالى في عرضك انت لان هذا الامر انت تفتن زوجتك ديت فاتق الله سبحانه تعالى ولا تكون عونا للشيطان عليها فاتق الله سبحانه تعالى واصلح ذات بينك واخرج من كل هذه العلاقات الفاسدة اللي لن تجر عليك إلا ولهاذ بالله الهلاك وظلمة القلب والضياع والشتات فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك وعد إلى ربك واستغفر الله سبحانه وتعالى واخرك من كل هذه المعاصي وتوب إلى الله معانا الأستاذة عزة من القاهرة ازاي حظتك يا شايف نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله بقولك يا شايف أنا عندي سؤال تفضلي أنا من جوزة كنت في بتعليق لخمس سنين طيب فحليل أنا حماسي من أول سنة تفضلت مشاكل بقى إن هي مشاكل بتاشتني بألفاظ مش كويسة عليه وعلى أهلي آآ عند كنت بجول زوجي كان بتحرف على المطحف إن هي معاملتي معي أي حاجة آآ وكانت أيضاني دايما إن أنا أخذ من أخوات جوزي وكده فجيت أنا رفضت الحياة ديش أنا تعافي أعزك تخدمه لأخوات جوزك الرجالة أو الستات؟ الرجالة والستات إذن فأنتي عايزة تعيش معاهم كواحدة منهم معززة مكرمة وعندك عندي كرامتك مش جاية مش جاية مش جاية عشان تخدميهم آآ طيب رحت هي بالسبب دا عزلت منها عزلت سنة عزل الواحدة عزل الواحدك في نفس العمارة آآ في نفس بيت هو بيت عيلا بس لاش ماشي في نفس البيت فعزلت نفسك عنها لمدة سنة وبعد كده خدت شقة بره بره البيت وبعد كده رحت هي طردتني عشان تجاوز ابنها التاني طردتني من البيت ليه ما وكده ما طردتكيش ما ده مرادك يعني ده انت كنت عايزة كده لا انا كنت طلبة ان انا عودت في شدتي فوق لوحدي ويس مش انت عايزة تبعيدي عن الصداع ده كله وبعدتي خاركت بره البيت خالص خاركت بره وثلاثة عادت في مصر لوحدي طي دلوقتي هي بتليف علينا انها ارجع لها تاني البيت انا رفضت حاجة زي كده طيب هي عايزة ترجع البيت ليه عندك اولاد صغيرين احفاد وهي عايزة تشوف احفادها لا انا لسا لحد الوقت ما فيش خلصها هم لا هي عايزة ترجع البيت ليه مؤكيد قريتلك السبب اللي انت عايزة ترجع البيت ليه لا هي لما انا بكلمها وانت خانها مع بعض لا انا هعملك سحر وهطلعك من البيت دايما انت بتسألين تعملي ايه هقولك تعملي ايه اول حاجة استاذ عزة بس عشان بس تبقى المسائل واضحة عندك استاذ عزة اقرب طريق لقلب جوزك هو اهله يعني ما تفتكريش ان انت لو عملت كده مع اهله هو هيكون مبسوط اكيد ده مأثر على علاقته بيك وبين في نبرة صوتك اكيد هو مش مرتاح معاك عشان علاقتك الغير ايجابية او غير مناسبة بينك وبين امه اكيد هو مش مرتاح طيب انت بتقولي ان هي عايزاك تعملي وتعملي وتعملي عندك فرصة عندك فرصة ان انت تعودي معا وتكلميها كلام العقلاء تقولي لها حماتي انا بحبك وعايزين نعيش مع بعض كل واحد فينا يحافظ على كرامة التاني انا انا ما بحبش فكرة ان انا اعيش كده في عدم النظام وفي نوع من انواع العشوائية انا هاجي اقعد معاكم وعشان ابنك ما يبعدش عنك وانا كمان ما بعدش عنك عشان كمان احفادك ان شاء الله بعد كده ما يبعدش عنك بس ممكن لو سمحتي بلاش الالفاظ اللي مش مناسبة وفي نفس الوقت احنا اتعامل مع بعض وانا اخليك زي امي بالزبط وما فيش امي بتخلي بنتها تتوجع انا مش عايزة توجع منك انا عايزي بقى علاقتنا مع بعض احسن طب انا مدفوع لكده بايه بقولي صلى الله عليه وسلم فخيرهم الذي يبدأ بالسلام قوني انتي سالمة القلب منها ليه طيب وتقولي ليه طب وانا علي بايه ده كله طب انا خرجت ونجيت انت ما نجيتيش والحاجة انت العرض اللي هي عرضاء على حضرتك ده ده العرض ده لو انك انت ما استثمرتوش هتتحول حياتكم الى مشقة وإلى عنت وييجي زوجك وخاصة لو انتم من اهلنا وناسنا اللي هم بيعيشوا خارج المحافظات وبيعيشوا في الريف هم عندهم ده بيأثر في قلوب الاولاد جدا ان واحد بعدته عن امه فهيتأثر جدا جدا يبقى الاحسان ان انت تعملي ايه والعشرة بالمعروف ان ايه ان انت تحسني الى اليه تحسني اليه في مين في امه فانت لو عملت ده هيكون شيء كويس جدا جدا وهيكون ده احسن لك وهيكون دهات كمان مفتاح من مفاتيح قلب زوجك وان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير والسعادة والهنى ودهات مش استقال عليك بل ده هينزل هموم كتيرة من على كتفك ويفتح لك باب من اجواب الرحمة والود مع حماتك اللي هي في الحقيقة قلبها هيوصل على قلب جوزك ان شاء الله فاصل ونرجع تاني نكمل اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا الاستاذة ايناس من القاهرة قالوا بعد يزنك يا شيخ ممكن اقول حضرتك سؤال تفضل يا فن حضرتك كنت بتتكلم عن اداب الحوار بين الناس وبعد او بين الاسرة يعني او بين الناس في العموم صحيح طب دلوقتي يعني ما اكتر الناس اللي هي تحب يعني تعرف الناس لمصلحتها بس ايوه اتعامل معهم ازاي عشان الناس دي كترة قوي كويس ما هو هما طول عمرهم كتار طول عمرهم كتار طول عمرهم كتار ايه اللي حاصل بقى ان احنا لما بنتعامل مع الناس اللي هما اصحاب المصالح دول ايوه اذا انا يعني ارد يعني اوجيهم ازاي اعرفهم ان ده غلط اول قعدة ان انت ما توجههمش ما وجههمش اول قعدة ان انت عايزة تعرفهم غلطهم صح اوه بالله عليك ما تعرفهمش غلطهم طب هم كده حالي بالله عليك يوريهم المعاملة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الناس بالخلق الحسن مش يغيرهم بان يريهم مساوئهم اه فانت اعمل الخلق الحسن معهم لكن ايه المسألة بقى ايه ان احنا عايزين نعمل الحاجة وناخد عليها التسقيف مرتين مرة نعمل الكلام ده وتبقى طاعة ومرة في نفس الوقت نتحول الى معلمين نعلم الناس الاخلاق والقيم انا استعيني بس اسماعيني طيب انا عايز اقول حاجة بس انا شايف ان الناس انما الاعمال وبالنيات انا لما اعمل العمل الصالح واقابل الاساءة بالحسنة واقابل ان هو شخص بيلتف علي وبيحتال علي عشان يحصل على مصلحته فالاقيني انا مع كوني انا عارف هو بيعمل ايه يلاقيني سليم الصدر اوه فعلم ايلاقيني اعمل ايه ايجي بعد شوية ايه اللي حاصل حتى لو مجاش انا كل اللي انا عايزه من الحياة دي ان انا افضل سليم الصدر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن اصحابي فاني اريدوا ان القاهم سليم الصدر اعظم منا ان انت تقابل الناس وانت سليم الصدر سلامة صدرك هي اعز منا من الله سبحانه تعالى يمنا عليك لكن احنا عشان عايشين حياتنا في الناس منتظرين ان احنا نعمل ده فالناس كمان يعملونا زي ما بنعملهم لا شك ان اذا الناس احسنوا الينا كما احسننا اليهم بتبقى حاجة حلوة وبيتدخل الصدر على القلوب بس الاساس والمركز في حياتنا ان احنا على القلوب السليمة على سلامة الصدر وهي دي اللي تخلينا نعيش في الدنيا كأننا من اهل الجنة فخليكي سليمت الصدر وما تلتفتيش لان هما اساءوا اليكي ولا ما اساءوش ترتاحي وحياتك تبقى هنى وسرور لكن انت لما تحاولي ان انت تنتظري منهم ان هما يعملوكي زي ما انت بتعمليهم مش ده تفكير الراشدين ولا تفكير الناس اللي هما فهمين سنة الحياة سنة الحياة ان الواصل ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصله يبقى الانسان الواصل الموصول بالله هو الذي يحسن الى الناس اساءوا اليه او احسنوا وعندنا قعدة كده والعهد الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عصى الله فينا ان نطيع الله في من عصى الله فينا احفظ الكلام ده لان داتا يريحك معايا الاستاذ احمد من الاقصر يا انا والسلام حضرتك يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يعود توضيح حضرتك الدين الاسلامي وسط بالوطن اه طبعا تمام يا ريت تحترم الوطن بتاعنا وتوضح لنا حضرتك الناس ازاي تحترم الوطن بتاعها وتحترم مصر وتراب مصر كل اللي اتغرب وتطافر وتغرب ورجع الوطن وباستراب يا ريت توضح لنا حضرتك توصية الدين الاسلامي بالوطن شكرا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك يا سيد احمد خلينا بس نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فلسفة ان احنا نغرس الوطن في انفسنا ونجعل الوطن في انفسنا ده عبادة نجعل تعلقنا بالوطن ده عبادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لان اهلك اخرجوني ما خرجت ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى مكة يحسن إلى أهل مكة لأنه من أهل وطنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة نحن بقى نكلم على وطن زي مصر مصر التي ذكرت في القرآن صراحة وإشارة ذكرت في القرآن لدرجة أن كثير من المفسرين بيقولوا في قوله تعالى بيقولوا أحد التفسيرات في قوله تعالى والتين والزيتون وطوري صينين وهذا البلد الأمين قالوا هذا البلد الأمين أحد التفسيرات هي مصر فمصر هذه حياة خاصة مصر هي الأرض الذي تجلى الله سبحانه وتعالى عليها مصر صحة الرواية أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة على مصر وهو في ليلة الإسرائي والمهرات مصر إحنا لازم نفهم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بأهلها فإذا كان الوطن ليه طعم مع كل الأوطان فطعمه مختلف مع مصر طعمه مختلف لأنه فيه وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه السهر المصاهرة اللي صاهر فيها المصريون رسول الله سلم ابن ابن إبراهيم اللي ولد جه من ماريا المصرية فمصر إليها مكانة خاصة عند رسول الله ومصر إليها مكانة خاصة في القرآن الكريم فإحنا لما نتكلم عن مصر ما نتكلمش عن مصر بالشفونية نحن نتكلم عن مصر بحق نتكلم عن مصر بحب نتكلم عن مصر وفيها نهر يجري من الجنة نتكلم عن مصر وهي أرض مباركة نتكلم عن مصر وهي أرض الصالحين ونكلم عن مصر وهي أرض نزل بها الأنبياء نكلم عن مصر وهي بلد مليئة بالبركة والنور أنا بشوف دايما بقول لهم أنتوا ليه بتستغربوا في بعض الأحيان أن أنتوا تشوفوا بعض السمات عند المصريين زي الطيابة وزي النور إذا كانت البلد دي مليئة مدد ومليئة بركة أهلها من غير ما يدروا يسميها يا سيدي بالتأثير الديني الجيني في جينات دينية في المصريين كده بتخليهم ناس طيبة بتخليهم ناس منورة شئنة أو أبينة العالم كله بيتغير بس تفضل مصر فيها طيابة تفضل مصر فيها أنوار نبوة تفضل مصر فيها أنوار ولاية كفاية أن المصريين من شدة حبهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بقال البيت فتعتلهم السيدة زينب لما قاوى السيدة زينب وهي جاءت برأس سيدنا الحسين إلى مصر مصر دي عجب مصر دي أنوار وثقافات وبركة ونور إزاي بلد زي دي إحنا ما ندوبش فيها إزاي بلد زي دي لما نرجع لا ما نرجع لهاش وإحنا مشتقين إليها إحنا منتبع سنة رسول الله وبنحب مصر منتبع وسيط رسول الله وبنحب مصر منتبع كمان تكريم الله سبحانه وتعالى لأرض مصر وتجليه عليها فعشان كده بنحب مصر اللي عايز بقى يتكلم عن أي معنى تاني أنا باتكلم عن المعاني المنورة معاني البركة معاني المدد معاني الفضل اللي ربنا فضل به مصر وعنفضل نحب مصر بهذه المعاني واللي عنده رأي تاني إحنا نفضل برضو نحب مصر ونفضل ندعي له إنه يعرف قيمة مصر وما يعرفش قيمة مصر غلما يشوف هذا النور اللي في عقول المصريين اللي جاي من لمسة نور لمسوها من ذلك الجو المعبأ بجمال وأنوار النبوة والولاية والبركة والنور فيها حاجة مليانة بنور مصر مش فيها حاجة حيلة بس فيها حاجة منورة فيها حاجة موصولة بالله سبحانه وتعالى فيها حاجة كريمة وعشان كده لازم نكرم أهلها ولازم نفضل إحنا بالنور والبركة دي في مصر مصر في الحقيقة مش بس مصر الحضارة مصر الحضارة مصر الديانة مصر المحبة مصر الرباط وإن شاء الله أهلها على الدوام يكونوا في الرباط زي ما دعالهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذي ما بشر حضرة النبي يا رب جعلنا على الدوام وإن كنا متنقوعين وإن كنا مختلفين وإن كنا كمان ممكن نكون بينا كلام ونقاش وبينا حوار وبينا ثقافة مختلفة لكن نفضل دايما في الرباط ومتمسكين بحبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مدوا لأهل مصر وهو في الحقيقة الرباط اللي ربنا سبحانه وتعالى جمع به قلوب أهل مصر يا رب بارك لنا ونورنا واجعل كل الألوان من الاختلافات والثقافات اللي موجودة في مصر حبل متين يجعلنا في رباط في رباط من الثقافة ورباط من المصلحة ورباط من الكرم ورباط من التنمية بنورك ومددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر